اشتركوا في القناة شاركة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بطولة إفريقية الأولى ديال بريك دانس والتي هي مؤهلة أيضا لألعاب الأولمبية وهذه المسألة مؤهلة للألعاب الأولمبية راح صعبتها لنا بزاف لأن الجامعة الدولية كان عندها كان عنده واحد كيد شخص صعب بزاف وكان خاصة نطبقه ولكن التتويج هي أن لوليد ذاك الكفيدات ديالي مش أهدا بغي مش من الألعاب الأولمبية فهذا حلم تحقق وهذا النيضال ديال تقريب 27 سنة المنافسة الإقصائية أفرزت تأهل 16 مشاركة من الذكور من أصل 46 فيما الإناث تأهلت منهن 8 مشاركات من أصل 16 المسابقة النهائية عرفت تألق توفيق العمراني وبلال ملاخ الذين حجز بطاقة تأهل ما إلى نهائية ليحسم اللقب البطل بلال ملاخ بإحرازه ذهبية المنافسة فيما احتل توفيق العمراني المركز الثاني أما على مستوى الإناث فكانت السيطرة واضحة للمغربية فاطم الزهراء المامونية بانتزاعها المعدن النفيس وتأهلها مباشرة للألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد تغلبها على الجنوب إفريقيا ميديان لياها فرحان بزاف ولكن مرتاح كتر حدرتك شيلي عليها كانت الخدمة بزاف من عند راري كاملين من عند جروب كامل كانوا جوش دي اللي كانوا كانوا واحد في جديدة واحد في أعزر وخدمنا بزاف يعني كان سهلوا شيء تجدر الإشارة إلى أن هذه البطولة ضمت تسعين مشاركا يمثلون ستة عشر دولة إفريقيا وتعد هذه الطبعة الأولى في أجندة هذا النوع الرياضي والتي احتضنها مسرح محمد الخامس بالرباط تحت شعار البريك دانس في الرباط لإفريقيا ترجمة نانسي قنقر